انا زيكم جميعا يعني بحس ان انا مثلا كنت جاء عن طول السنة ومستنى رمضان عشان ننزل نجيب اللحمة والبط والحمام والفراخ واللي مش عارف ايه والرز والسكر والفول والمدمس ونشتغل والمخلل كأننا طول السنة ما بناكلش وده بناكل طول الوقت على فترات طبعا حسب اليسر والعصر وحسب الوفرة والنضرة لكن بطلع اقول كلام بس بارجع البيت الاقي المدام بتقول لي عايزة علشان هنزل اجيب كذا انت متعرفش السوبر ماركت الحاجة تبقى بكامل كنت بجيبه بالفين بجيبه بخمس تلاف وسبع تلاف واقل وهكذا وخناءت كل بيت يعني مفيش بيت مفيش هدي الخناء طول الوقت هو شهر رمضان ده جاي للأكل طب لو كاننا ناكل ايه زي ما وعدتكم وزي ما وعدتنا الدكتورة نيل الشمس انها هتبقى معنا دايما كلما تيصل لها ظروف لانها جاهلنا من اسكندرية خصيصا فانا بشكورها جدا وهبتدي معكم ان النهار ده اول صحور هنحدد هنتصحر ونفتر ونتصحر ازاي بس لازم اراحب بالدكتورة نيل شمس استشاري التغذية العلاجية رئيس الجمعية المصرية للتغذية والارشاد الصحي اهلا وسهلا اهلا بحضرتك واسم حضرتك مرتبط بفوزير رمضان في بلنا برضو قديم قديم ف هنتصحر ايه هنتصحر ايه على حسب الغرض يا أستاذ خيري يعني كل واحد لازم يبقى عنده هدف وهو داخل رمضان الصحوري المثال انه يبقى فيه بروتين اعلى من النشويات يعني يبقى فيه فول ايوا يبقى فيه بيض ايوا يبقى فيه جبنة واصح نوع جبنة هي الجبنة القريش النشويات يا سلام لو كانت مؤشرها الجليسيمي قليل يعني اه يعني هو طبعا العيش بتاع الفرن مش هلقدة نقول عليه كده بس يبقى العيش مليان ردة يبقى فيه ردة كتير اه بس ما بيبقاش مثالي يعني هو كل ما هيبقى فيه ردة كتير او كل ما هيبقى لون غامق بيبقى افضل الغامق اه اه طبعا والعيش او النشويات عموما تبقى اقل من البروتين والدهون الصحية الدهون الصحية طبعا هي مكلفة شوية بس لو حطنا زيت زتون على الجبنة القريش على الفول هيبقى ممتاز لانه مؤشر الشبع بتاعها عالي جدا هدوك بتشبع فترة اطول هي والبروتين فالسكر بتاع يعني الفول اه مع جبنة قريش بالزيت الزتون ايوه ولو ما فيش زيت زتون هنحط بقى زيت الحار نباتي او زيت حار طبعا زيت الحار ممتاز على فكرة عشان الحار اه ممكن زيت حار اه او نحط زيت نباتي المتوفر في البيت يعني احنا كل ما هو متاح ينفع ان احنا نستخدمه طالما بنقدار حلص بس اهم حاجة نركز على البروتين طيب هقلل النشويات وخليها للاخر يبقى دي طريقة اكل ايوه بمعنى يعني هاكل الفول بالمعلقة معملش ودن القطة اه وانزل اغرف كده اعمل حركة ودن القطة واستمتع بس كمية العيش اللي هتاكلها هتبقى اقل من المعتد او التقليدي علشان العيش كل ما هتكتر منه في الصحور كل ما هيبقى مرتبط بان سكرك يهبط اصرع وده يخليك تبقى جعان سكرك يهبط او لا يعلم ما وحيعلم بسرعة ايه بان يهبط بسرعة اه فحداك هتبقى جعان اصرع يعني هتلاقي نفسك مثلا جعان اثناء الفترة بدري قبل الفطار بحبة حلوين يعني فما انقطرش من نشويات ولازم يبقى فيه مصدر يعني نصر غيف كويس؟ على حسب وزنة حضرتك وزنة حضرتك كام انا وزنة تمانين كيس انا دايما اه ما شاء الله انتمانين انه يبقى نصر غيف لانه الرغيف عندنا ما بقاش بزي زمان الرغيف يقدي كده اه نصر غيف ممكن تلات تربعة يمشي مع حضرتك يمشي اه مصدر بوتاسيون بقى مهمة جدا جدا انا احنا اخد زبادي اي نوع زبادي تمام دي بعد الاكل اثناء الاكل في الصحوط مش لازم يعني لا لا والحاجة التالتة هي الخضار بقى الخضرة اللي هي الورقيات الخضرة لان فيها بوتاسيوم كتير عشان العطش اللي قالك بلاستيكية ومش عارف ايه دي التاكل خلاص بقى لا خلاص بقى كل مفتح الموبايلة لقى قدامي يعني يقول جرجل ايه وانا ارهب رزق و ترند ترند بقى خلاص شوية وحيرو صحيح يعني ناكل خص الخضار الاخضر الغامق الغامق الخص فاتح يعني لطيف الخص طبعا بس يا سلام عالجرجير البقدونس الحاجة اللي هي فيها بوتاسيوم عالي لان دي بتقلل العطش جدا اثناء النهر كويس قوي ونضرب كوبات شاي ولا ما نضربش كوبات شاي طيب هو الناس يقول لك يشرب شاي عشان ما يتعطشه لا بالعكس ده الشاي بيعطش ودائرتك يعني بينزل ماء بالجسم يعني اي كافيين حضرتك هتشربه على فكرة فيه ناس بتتصحر بقهوة بتشرب كوبات القهوة بتاعتها ساعة الصحور عشان الصدع لانهما بيبقون من قهوة ده داورتك يعني ده حيخليك تفقد الماء بدري جدا أثناء اليوم كويس بس يعني الناس اللي بتشرب شاي بلبن يعني بالنسبة لها ده تقصر شاي بلبن اه اه ايه قالوا لك عليه حاجة وحشة لا 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 ده ما قالوا على كله قالوا على اللبن نفسه قالوا للجموسة لا لا ممكن لناس اللي بتشرب مشروب دافي ومش اساسي لكن انا شخصيا مع الصحور لازم بشرب كوبات شاي بلبن حلوة كده دافية كده بتهديني وتنيمني ايه لكن مش شرط لانه لو كترنا لو من الفطر لصحور كنا مكترين من الكافيين ده ممكن يعمل دايوريسيز او يخلي ايه حنوصل دلوقتي الفترة ما بين الصيام وما بين الفطور وخلافه ايه طيب حلوة قوي انا هتسحارت النهاردة روحت ضربت الفول معمول في البيت ومحطوط في الجزر وبتاع ولونه حلو ضربت الفول جنب جبنة قريش مع جنب زيت زتون مع بيضة وشوية جرجير ايه وبقدونس وزبدياية وزبدياية ايه اللي بيأكلوا بقى طعمية ومقليات فلفل وبتنجان مقلي كده وتبقى انا هم كان بتعملنا كده زماني بتقوم نصحة من الصحينة منهم احنا في المدارس عشان نلاقي طعمية وفلفل وبتنجان ومش عارف ايه حاجات كده بس لما كبرت فهمت ان ده مش حلو طيب خلينا نتفق انه الناس القدراتها في تقبل الاكل ده تختلف ايه في ناس عندها مشكلة ان هي عندها حاجة اسمها ارتجاع مريء عصبي ايه يعني هي مع اقل نسبة دهون خصوصا بقى دهون المقلية والكلام ده بتتعب جدا فاحنا كل ما نقلل من الحاجات دي ساعة الصحور يبقى افضل طبعا انه مشكلة الناس هتقدر تستحملها طب اللي قادر يستحملها دي بتخليه اعتش اكتر بتعمله عصر هضم بتعمله مشاكل بتعمله تخمة يعني هو بعد ما بياكلها الدخول في النوم بيبقى صعب جدا واثناء اليوم بيبقى فيه خناقة في القولون علشان خاطر الحاجات دي تهضم وتمتص فانت مش بتريح القولون بتاعك لا تفضل ولكن اذا حصلت مرة او مرتين في الصحور مش هيحصل حاجة اذا انت بتستحملها طيب بعد الصحور اشرب ميا كتير ما انا حاتكل الحماء يعني هل الميا بتتخزن في الجسم وقت ويقول لك اشرب كتير عشان ما تعطاشه الصبح هل النظرية دي صحيحة هذه نظرية خاطئة وده موروث شعبي طبعا هو الجسم بياخد احتياجاته من الميا في الفترة اللي هو حضرتك بتشرف فيها الميا وبعدين بيتخلص من باقي الميا عن طريق اليورين او البول بالعكس حضرتك محتاج انك توزع الميا من الفطار للصحور ويش ايز حاجة صعبة جدا على الناس اثناء الفترة انها قصيرة وفي ناس بتنام فاحنا محتاجين احنا نوزع ميتنا طبعا هتشرب ساعة الصحور بس اخرى يعني نص لتر يعني 600 ملي لو شربتهم حوالين الصحور هتستفاد وفي نفس الوقت الجسم حقدر يستخدم لكن فيش حاجة اسمها تغزيم مية ما عندناش مغزم مية جوه طيب هل في حاجة تخليني متعبش مجوعش كتير الحاجات اللي انت قلتها دي كويسة قوي بس انا عايز اضمن ان انا مجوعش كتير متعصبش عشان بدخن سجاير بشرب قهوة مثلا مشانا يعني اي حد تاني وانا بعمل كده فنعمل ايه؟ للأسف ده سابق لقوان وبقى لان احنا خلاص دخلنا في رمضان احنا المفروض كنا نقلل ادماننا للحاجات دي قبل رمضان بالتدريج خصوصا الكافيين والسجاير طبعا حدك هتتعصب في الاول لان حدك لو هيفي سموكر او مدخن شارع يعني لازم كنت تسحى من النوم تشرب سجارتك هتبقى تعبان جدا في بداية رمضان لكن سبحان الله مع الوقت ومروره هتتعود على قلة الكافيين وقلة السجاير وده ممكن يبقى فرصة زهبية ان حضرتك ممكن تقللهم بعد كده او تمتنع عنهم تمانا في الاول هتتعب جدا طبعا هل ممكن اللي عايز يبطل يخدها فرصة طبعا اه طبعا اقول لي خليك قادر ان انت خلال النهار رمضان ما تشربش ولا سجار مجبر اخاك الله بطل ما هو مجبر دي مفيش حاجة يسمها مجبر مع الادمان يا فرح معنى كنا حاكي مش مدمن يعني وانس ان حضرتك قدرت تتحكم ولا باستكرها وانا صار طب يبقى ايه بقى يبقى الموضوع ايه اه طبعا تعود فيها عدو في نسبة ادمان طبعا بس النسبة ينفع التحكم فيها عادك بتقدر خلال النهار ان انت تتحكم فيها خلص ولا بفكر لانه فيه سبحان الله امر الهي خلاص انت فيه دماغك متفرمت على كده شمعنى بقى ليه اول ما الادان يقدن فيه ناس بتروح مسكة السجارة وشربها ايه دي حاجة غريبة فلا طبعا لو حد نوي يقدر طبعا طيب هل النوم كتير بيساعد ان مهضمش كتير يعني انا صليت الفجر ونامت ومعنديش شغل فقعدت للظهر مريح فضلت نايم بهرب يا دوبك قمت صليت الظهر ونمت تاني هل ده بيقلل الحرق ولا ده مصحر هو ده بيقلل استهلاك السكر المختزن في الجسم يعني احنا عندنا بيبقى فيه مخزون سكر احنا بنبتدي نخزن السكر من ساعة الفطر للسحور في العضل عندنا في الكبد فحضرتك كل ما بتعمل طاقة اقل كل ما المخزون ده بياخدوا قطة اطول عبل ما تحرقوا ولكن هي استراتيجية تخليك مش صايم انت كده مش صايم برضه حالك لازم تستشعر لازم تعالي مش هنقول معانيه بس اللذة بتاع الصيام اه اه فالنوم مش حل لا انا مش شايفة حل طبعا فيه ناس ما عنداش الابشن الرفاهية ده طبعا طبعا بس فيه ناس بتبلطك يعني ما بتشتغلش اكتر ما بتعملش طيب سومنا والله اكبر الله اكبر بصوت الشيخ محمد رفعت وحنفطر انا بفطر بخشافة وبعدين اقوم اصلي المغرب وبعدين ارجع عشرة بشربة وابتدي اكل حضرتك تقصد بالخشافة للفواكه المجفافة في المية او في اللبن الطمر مع حتة مش مشية حتة ارسيا او طمر بلبن طيب اللي حضرتك بتعمله ده مثالي بجاب مثالي لانه هو ينصح وعلى فكرة الحاجات دي موجودة في توصيات علمية لمرضى السكري يعني اللي هم اصلا انا عندي سكر حضرك عندك سكر اه طب ربنا يشفيك ويديك سحيرك ربنا ما فيش شفاء حمده السكر احنا عندنا توصيات لرمضان ايه الناس اللي بتصوم طبعا بعد الرجوع للطبيب المعالج ما انا معايا دكتور سكر بك ايه ان شاء الله ويقول لحضرتك تمام انت تمام والسكر عندك متزبط حسب التوصيات عشان بس الناس ما تهجمش طيب حضرتك افضل حاجة تفطر عليها حاجة اسمها حصتين من النشويات طيب التلت تمرات او التلت فواكه مجفافة يعتبروا بالنسبة لنا حصة نشويات مع وضع وضع في الاعتبر طبعا انه التمرة مش التمرة كبيرة كده لا لا التمرة سغنة تمام فالتلت تمرات بالنسبة لنا فيها 15 جرام نشويات يعني حصة تمام وحضرتك تقدر تحط عليهم كمان كوبية لبن كامل الدسم على حسب التوصيات ايه والكوبية دي فيها حصة تانية من النشويات وحضرتك مريض سكر ايه فتحط التمر او الخشيف اللي هما التلت فواكه مجفافة على اللبن وتاخدهم وده افضل حاجة عشان نعلي سكر قدامه ونيدي لحضرتك طاقة تشرب مياه تروح تصلي عشان تدي مساحة للمعدة انها تستوعب ان حضرتك بتديت تاكل عشان ما يحصلش خناقة جوة معدتك لو بتديت تاكل وانت قاعد على المائدة بسرعة طبع وبعدين تبدأ بقى تاكل فمن اول حاجة دخلت بقك لمدة ربع ساعة لتلت ساعة هتبدأ تحس بالامتلاء وانت حضرت ضيعت وقت في النص في الصلاة ايه فالامتلاء هيحصل مع كمية اكل اقل كويس دي توصية مهمة جدا لمرضى السكر فما بالك بالانسان الطبيعي ايه هيحصل له ايه بقى عشان الموضوع ده عليه هجوم كبير لما باطلع كل سنة اقول يا جماعة افطروا على طمر ولبن او طمر ومية توصيات مرضى السكر ان حضرتك تفطر على الطمر والمية بعد الاجازة من دكتور السكر ان حضرتك ايه سكرك مزبوط وتقدر تصوم طيب ده كويس اشتركوا في القناة